ضغط الشارع. هل احنا خلطنا لمستوى انه الشارع الاسرائيلي انتفض ضد نتنياهو? انا انا نعتبر اللي توى فما اتفاق دولي لوجوب ابعاد نتنياهو عن الحكم. معناه امريكي خدمت الماكينة تاحها بالتصريح اللي قالوا البارح رئيس الكتلة الديمقراطية بالمواقف تاع الحكومة الامريكية. بالرد الفعل تاع بالتصريح تغيير حتى السياسة الاتصالية حتى انتبع في الاعلام الامريكي. انا نشوفه حتى كل شي قاعد يمشي لتحميل المسئولية. الكل اللي صاير الكل لناتنياهو. هناك توى فما ماكينة كاملة خدمة لابعاد نتنياهو على السلطة. تعرف اللي نتنياهو رو خمسة عشر سنية توى يحكم. يحكم ديما مش بل يربح الانتخابات. يربح الانتخابات بنتائج متواضعة. اما التحالفات اللي عملت خاصة مع اليمين المتطرف الاسرائيلي. اللي هي راه اللي هي خليته يحكم خمسة سنة. اما ساي معنا اللي بعد به ما انجز منه حتى شي. وتوا قاعدين يشوفوا اللي ولتهم مشكلة وجود الكيان اللي ولت توا على التعالي طاولة وعلى الميحك. هذك عنيش? امريكا تحركت. امريكا تحركت. مش خاطر فما استفاقك يا بقناة البارح. مش فما وعي. فما توا مواقف لابعاد نتنياهو ونتنياهو مستاذ. وبدنا نشوفه في النتيجة البارح. اللي البارح جالانت عمل اه لجنة اجتماع موازي لمناقش اقتراحات حماس بعد مرفض نتنياهو تنظيم هذا الاجتماع. واضح. ام احمد الغربي ممكن اهذه الارقام اللي قادة تزيد نهار بعد نهار من الاسرائيليين اللي قاعدين نتوا يتظهروا في اه الكيان الاسرائيلي العدو. هذا جاء بعد اخر خطاب حكينا فيه مفصلا معك وقتها سيد العميد. اتابعناه لابو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب الشهيد عزين القسام. يقول حكومة الاحتلال تستخدم الخداع والمراوغة في التفاوض وتتسم بالتخبط والارتباك. واكد انه ولوية المقاومة القصوى لانجاز تبادل اسرع هي الالتزام التام بوقف العدوان بشكل كامل وما يترتب عليه من انسحاب قويت الاحتلال وعودة النازحين واعادة الاعمار. ابو عبيدة هو من يحرك الشارع الاسرائيلي. تصريحات المقاومة الباسلة هي من تحرك الشارع الاسرائيلي. وكلمة ابو عبيدة جعلت الشارع الاسرائيلي يفهموا بان نتنياهو يراوغ ولا يريد عقد اي صفقة. وهذاك عليه بالتونس نحن نقول حرق الشارع. قدام وزارة الدفاع. فضل الاستاذ. هو مبدئيا كما قال السيد العميد راهو عرف نتنياهو وحكومته بالكذب. اذا وقلي عنا شخص كذب. نمشي له الصادق. حرك الشارع. ابو عبيدة حرك الشارع الاسرائيلي. لانه كان يتكلموا بالصدق. ويتكلموا بالادلة. قل لك اليوم صار هجوم على اليات عسكرية. يوريهم لك بتصور. راهو اليوم عنا اربعين اسيرة. فما اربعين. اليوم عنا كذب. فاذن. فالحبل الكذب كما نقوله في تونس قصير. وابو عبيدة بصدقه. وبالطريقة اللي تناوب بها خطاباته اعلاميا. كان في كل مرة وفي كل يوم يزيد يتطور هذا الخطاب. الى ان اصبح هو ربما الخطاب الرسمي المسيطر. لا فقط في الدول العربية. ولا الدول اللي تتكلم اللغة العربية وتفهم اللغة العربية. وانما حتى الشارع الغربي والاسرائيلي وكوامل انحاء العالم. وهذا اللي قلناه البارح كونه الحرب الاعلامية كانت حرب فارقة في هذا الامر. لانه منذ بداية الحرب فما اكاذيب اسرائيل لعبت دور الضحية سبعة اكتوبر اعتداء اجنسية. وكذب وكذب. تبين بمرور وقت. ومع كما قلنا الحرب الاعلامية اصبحت الكفة لصالح المقاومة ولصالح الفلسطينيين. بما توصلوا في معانتها في جهة اخرى سماح في تعليق حتى على كلمة واحدة واني. في تعليق على كلمة نتنيها ويقول انتم تضغطون علينا وكان عليكم ان تضغطوا على حماس. الكيان المحتل راو موش يحارب في حماس راه. هو غير قادر انه ينتصر على حماس. كان جاء هو يحارب في حماس. راو حرب فيس تو فيس. الفن النبيل كما في الملاكمة. هذو من الناس تيقنوا انه ما ينجمش ينزل الميدان ليواجهها المقاومة. قصف للاطفال والنساء. ابادة جماعية خرجنا من حرب اللي اه واجهني واواجهك. الحرب النازيهة. وتخلنا في ابادة جماعية. يعني اليوم. فما يزمنا نفهم وش قاعدين نتحدثوا. يزمنا المفاهيم هذي كل تتحطي على الطاولة. يا شخص يا سيد نتنيها. انت لا تحاربوا في حماس. انت تبيت في شعب. شو دخل هذا في هذا. والشي الفارق في المسألة هذه حسب رأي شخصي. واني بالكلمة هذه. انه الانتخابات القادمة في الدول مع انت سواء في الولايات التحدة الامريكية ولا الانتخابات في في اوروبا. هي التي غيرت المسار وغيرت الامور الى ان اصبح معناها الادارة الامريكية وغيرها يتغير مواقفهم نحو دعم المقاومة ولا الفلسطيني. سيد العميد فما جملة بشقول هلك وقلي بشنو تفكلك الجملة. اذا اوقف الكين العدو الحرب الان قبل تحقيق جميع اهدفه فهذا يعني خسارة الحرب. امضاء قلت. اذي قلت قلت نمضي عليها. امضاء محترف في الحروب لما جيش انهزم يمضي على هزيمته. ناغمستي. نتنياهو نتنياهو قال اليوم في الاجتماع منذ دقائق يقول اذا اوقفنا الحرب الان قبل تحقيق جميع اهدافها. فهذا يعني خسارة الحرب. ولن نسمحها بذلك. ولن يمنعنا اي ضغط دولي من تحقيق جميع اهداف الحرب. قال لن نوقف الحرب على الاقل. احسبت شوية والاستاذ يتكلم. على الاقل سبع مرات في الخطاب. امتعو بين سبع وتسع مرات. لن نوقف الحرب. كلمة ضغط دولي. قالها على الاقل عشر مرات في خمسة عشر دقيقة. ضغط دولي. وكأنه يريد ان يرفع من حمل الشارع الاسرائيلي. ورأي الناخبين للضغط الدولي. اخطر اخطر اخطر. لا عملي اخطر بكثير. شوف هو هو الوقت الراهن. على ظهره. سمع سيد العميد زاد ونقطه خلاف جاوبنا عليها. قال سنضرب رفح. سنقصف رفح. وسيكون خلال بعض الاسابيع. الاجابة جيكم لعند سيد العميد توفيق دي دي. بعد لك. رمضانكم مرور. صبحية رمضان تحلى في سباح الخير تونس. من الاثنين للجمعة. من الستة لسبعة متع صباح. ومعكم سباحنا دي مزاين. بالبخور والعجعاجي. لمتنا من الكلب ومشواجي. نتلقاه في ساعة سعيدة. من الاثنين للجمعة. من السبعة للعشرة متع الصباح. تونس بلادنا بولاياتها الاربعة وعشرين. نحكي وعليها في برنامج ذوق اربعة وعشرين. من الاثنين للجمعة. من العشرة حتى النص النهارة. أحوال البلاد. وآخر الأخبار. نتبعهم معنا من الاثنين للجمعة في هنا تونس. من نص النهار الماضي ساعتين. في رمضان. برشة فن وإنتاجات. مسلسلات. سهريات. نجوم الفن. وليسكوب. كل نهار في اوستار من الاثنين للجمعة. من ماضي ساعتين. المطلاتة. بره يزمان ويجا يزمان. تمشي ايام وتجي ايام. وما يبقى من الكلام كان خرافة. ومن الخرافة عبرها. وعلى هداك وطيلة شهر رمضان ابتداء من ماضي ثلاثة متع العشية. تسمو حكاية. ما حكايش العربي. ربي بقى لنا السطر الى يوم السطر. فالرقمات جونا على العالم. نحن في الجيش عنا كلمة صعب فاهمها. اسمها البقية. بالفرنسية لا سيغري. يعني هو توى في الحالة هذي بالضبط. هو الان في حالة ان يحاول يبقى حي. عليش هو الان على ظهره سبعة اكتوبر. هذي كتحمل مأسوليتها بنسبة مية في المية. حاول يتملص منها وحطها شوية في الجيش وشوية في الشباك. لم يفلح لانه هو القادة الاعلى للقوات المسلحة وللشباك وللموساد. هذي ساعة في ميزان سيئاته محطوطة. ثم ادارة الحرب السيئة. وعدم القدرة انسى كل شيء. عدم القدرة على يعني ارجاع الرهائن. اثنين. اثلاثة. الهزيمة لما باش يصير. باش يعاود. نزيدوه فوق هذو مزوز. نزيدوه يعني حمل الاخر. اذا هو منطق يدعم فيه راهو. هو ما امامه حد شيء. امامه يواصل الاقصى حد قد ما نجم وقد ما نجم مخضاعش للضغط. لكن شوفوا الضغوط تاو. العالم الكل ضد نتنياهو. اش تبقالوا نتنياهو? بقالوا ثلاثة ركاس. بقالوا واحد اليمين المتطرف. اليمين المتطرف اللي هم معروف اسمو تريتش كل شيء. بقالوا لايباك وبدت هي بيدها تتزعزع. لان امريكان فقوا بها. ولد كارثة. وفي اوروبا يعني امور كبيرة. وبقالوا مع الاسف الشديد. خمسة دول عربية. تؤازيره. ومصدر قوته جاء من هذو ما الخمسة. اللي يعطيه في في البترول. سألوني. باشا مرات على البترول. ويتهموا في الجزائر. عبثا يتهم. الدول تحل الانترنت سهرة. وتلقى الدول اللي يعطيه في الاسرائيل. مصر. امارات. السعودية. وهو على يعني. على امام الملأ. مش حجم خبية. يعني امور مكتوبة. جدخل الجزائر في المعملية. الجزائر تحتي في في البترول الاسرائيل. شو العبثة دي. الجزائر عندها دي باير بلاين. معروفين يتعدى من توس. يمشي انتاريا. يتعدى واحد يعني الاسبانيا. وانتهى الموضوع. يعني ما تهميش حاجة جديدة. اذا هو رأى. اذا نتنياهو اليوم في حالة بقية. وهو رومانطقي دي عام فيه. اي اي انسان يفكر يقول يزمع من الكاكس. انه مشيها. رأسه بشي تقص. هذا كهو. ولكن احنا نقول له. وصلت الزنقة بالهارة. هربة هربة الان. القروح في زنقة. فيما مر. ما فيشي اسو. اذا. هذا هو. واضح. انا بشي نكمل مع كلمك انتي السيد العميد. وسؤالي للدكتور رفاة طبيب. نتنياهو يتوجه بالخطاب مباشرة وبالاسم لبايدن. يقول له هل فقدت ضميرك الاخلاقي. انهم يضغطون لاجل انتخابات لوقف الحرب. من هم. ولكن انترجم. الجملة هذية اللي قالت لبايدن ماذا وراء هذي الجملة. ما وراءها وانو نذكره حاجة انو رئيس ترامب عند محكم الاربع سنوات امتعه. امريكا ما عاملت حتى حرب. بالرغم انو شخصية ما تظهر كانوا عدوانية لخيره كان عمر عمام الحرب. بيع السلح ضغط على لابد لك عمر عمال الحرب. واليوم هذه الهذه الاشارة اللي عملها مع نتنياهو ظاهر لي انو نتنياهو احد السبل اللي يعتبرها هي امكانية خروج من عوق الزجاج. هو انو يوصل بالحرب الى معنا ما بعد انتخابات الامريكية وسقوط وسقوط بايدن. ومعنا مجيء معناها ترامب. وقت يقول لك قد تتبدل المعادلة ونلقى روحي في ظروف اخرى. ولكن يحلم. لانو اليوم. هذيها الهروب الى الامام هذيها اللي يبين الى اي حد اه الحرب اليوم اصبحت تنتظر تحقيق مكاسب على الارض. انت تاو تقول بش تمشي اه تضرب رفح ايه. وقتش كانت ضربنا ضربانا رفح جزء من الاهداف الاستراتيجية لله معنا للعدوان. ما كانتش. هذي تم استحداثها. عليش. لانها بش تجيه تعوض الهزائم الاخرى. وعصلا الاهدافة التي لم لم يتم تحقيقها. اليوم رانها معناه فتنى مية وستين يوم في الحرب. ولم يتم تحرير ولورة هنا واحدة. بمعناها بعملية حربية. وشي عجب براو. شنو هالجيش الكارتوني هذي. بل قتل. انا شكيت فيه دكتور. هاو. تفكر شكيت فيه وشكيت فيه قدرات العسكرية. وقلت يطف الحرب سأثبت للسادة المساهدين. شمعناها عسكريا جيش كارتوني اللي قلت هدو. وانا هنا ربنا نسأل على حاجة. هل اه اه انا الاوال اليوم ان نعود الى كل ما انتج من كتابات عسكرية وابنية وغيره حتى ايديولوجية. في من السبعينات يعني من حفظة سبعين الى يوم من هذي من طرف بعض الكتاب العربة الذين قدموا لنا اسرائيل وكأنها الدولة التي لا تقهر. هل كان كل هذا الكلام عن قوة الجيش الاسرائيلي وقوة المجتمع الاسرائيلي والذكاء الخارق الاسرائيليين الى خيره هل كان فقط من اجل اقناعنا بحتمية الهزيمة هل كان هذي حقيقة اه ارادة من طرف البعض الذين كانوا يهرولون نحو التطبيع هل كانوا فقط يخططون لهزيمتنا ولنزع اي نوع من انواع المقاومة من استراتيجياتنا. واضح مو ازالي. التصريح تاع نتنياهو وموجه لبيدن هو هدايا دليل اللي هو عرفت واحد كيبدا بشيغرق ويشد فيه واحد حبي يغرقه معاه. هذيكش قاعد يعمل. على خاطر ما شفناش نتنياهو تفاعل مع عديد التصريحات خاصة. والتصايد التصايد. والتصايد. اللي هو فيها تصايد كبير. لا وشفنا حتى التصايد روكي رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في في السناء. يعمل التصريح هذك. راه هذي معناها بعبارة معناه الكونجرس ما عادش دعم لنتنياهو. اما ما شفناش عمل رد فعل مباشر لهذا التصريح. اما هو لهنا في محاولة لي سحب بايدن معاه الى تحت خاصة ان هما ماشيين توا في انتخابات رياسية امريكية. يقول لك بنخسرش واحدة نهزوا معايا. وهذي وعليش خاطر. وقلناها قبل في البلاتو هذية سماح. قلنا راهو الحرب هذية. ومعناها انتنياهو قاعد يربح في الوقت. ما فهماشي ما يربح ترامب. قاتل نعرفوا اللي ترامب هو من اكثر اكبر الداعمين. وزاد انسيبه جارة كوشن اللي هو عسكري ضابط اسرائيلي في الاصل. اللي هو عنده سياسة وواضحة. خاصة اللي هما من الناس اللي تخدم على المسؤولة التطبيع الكبير اللي ينجح في فترة ترامب. انا ما ما تقدمش في فترة بايدن. احمد لغالبي نخبه معك. هو انا ديما نقولها سماح و ديما نستغرب. معناه انه نتنياهو يتكلم بالضمير والاخلاق. معناه كان فما شخص في العالم. كان فما شخص في العالم. يتحدث على الاخلاق والضمير لن يكون نتنياهو. هذه النقطة اول. نقطة ثانية هذا الشخص كما يفعلوا اعلامه وكما يفعل كتاب الكتاب اللي موالين لهم معناتها. والكيان الصهيون يسيطر في وقت ما على الاعلام. وخدم حتى على العرب. معناه يخدم منا على تيك توك وخدم منا على وفريس وعما اعطاها تمويلات الهوليود وصارت افلام للمثلية. وحاول يعمل اي شي انه يفسد الشارع ما يفسد العرب والمسلمين. وحاجة اخرى اكد عليها. انه يقنعك بالامر اللي هي ربما عكسه. يقنعك بعكس. اللي هما ناس اقوية. هما ناس لا يقهرون. هم ناس معناها عندهم امكانيات كبيرة. ونحن متخلفين ظروفنا تعبة. وهذاك عليش الناس والليت تحب تطبع معهم. واليوم عرفوا اللي هو اللي مشاوا فيه كله خاطئ. ماشي وصلنا الوقت انه الدول معناها ما تسحق هاد شي تحب تطبع من العمل اسرائيل لتحسب الامن. لانه امن هم ولا من رضاء اسرائيل عليهم. وهذا مساج معناتها كبير ياسر بش يعرفوا انه راه مهما تهول التهويل هذا كله ما هو الا صناعة صيونية امريكية ما هي الا صناعة مدفوعة الاجر. واضح. والتصحيح الكلام اللي قادي نقول فيه هو من اجتماع لقاء حاليا قادي يدور لقاء هذية بين بن يمين نتنياهو اقارب 22 اسير في مقر وزارة جيش العدو. مقر كوريا بسيخ في تل ابيب. وهذا هو اللقاء الاول بين نتنياهو واهل الاسرة منذ 21 جنفي. يعني اللي كنا قاعدين نقول فيه قاله نتنياهو امام اقارب 22 اسير. معني هم عندهم اسير في 163 يوم. لم يستطع جيش نتنياهو ان اه يعني يروح يساعد رهينة واحدة. ثم يتحدث سياسة وانتخابات وبايدن امام اه العائلة تمتحه. ليو لكن يضحك يا ذي خاطر. هو هو. يحكي على روحه معني. كان رافض. هذي مؤشر اخر. كونه بل بشيقعد معاهم ويحكي معاهم ويحاول يقنحهم. فهمتني. لانه يدوي يلوج فيه اي طريقة يعني باشي اه ينوع الماء. يطول بقاءه ويحاول يفسر عملية رفح. اللي هي ما فيها حتى تفسير. لانه اه مضحكات مفكيات. يحكي الدكتور قبيلة اراه. انا عمري احبي انتكلمين بانفاق. لانا بتأكد منهم موجودين وانعرفهم كيفش يخدموا. وما نحبش نتكلم عليهم. اما راه اه رفح اليوم تشتغل بالانفاق. احبه من احبه كاله من كاله. وحتى دولة في العالم. حتى دولة في العالم ما غلبت التهريب. لا امريكا ولا فرنسا. لتوه الدخان يدخل يخرج فيه انظر. لتوه. يعني ما تم حتى دولة نجمة تقضي على التهريب. مستحيل. لانه هذي دلالة اخرى. وتوه قاعد معهم. يحاول عاون قشة اخرى. يستقفها. كمان. ديما نعرفه في الاتصال السياسي. كتجي تحط الضحايا قدامك وتتكلم. راو عندها اه معناها مغزة. معناها راهو يا ضحايا. راهو السبب في اللي صير لكم. راهو بيدن. اللي هو قاعد يعارف فيها. اللي هو قاعد يخلي ليش نعملين نحب. اللي هم يخلي ليش ننتصروا. اللي هم قاعدين نتوف هم قوة وضغوط. وكيقول الكلام هذي كان جاي يقوله في مجلس الوزراء. حاجة. اما كيقوله قدام عاينة الضحايا. عندها مغزة اخرى. اللي هي ضرب الكيان وما الداعمين ومواقفهم المنتقدة. وهذا كلنا نعرفوه في الانتصال السياسي. شكرا مهز. لابيد ردا على خطاب نتنياهو. استيد رفع طبيب. يقول ندركوا انكم ستخسرون الحرب ولن تعيدوا المخطوفين والانتخابات هي السبيل الوحيد لاستعادة العلاقات مع الامريكيين. من اليوم الاقرب لخلافة بايدن لو صارت هذي الانتخابات المبكرة او لو تم الضغط عليه للاستقال. نتنياهو. اي لخلافة نتنياهو. حتى بايدن مش نسألكم عاليش كونشي خلفوا. حاضروا حاضرين. الكل مش هذي من باركات السابعة من اكتوبر. لابيد ماناها بشوصل. ما نهل. ما نهل. ما نهل تصر في اي انتخابات صعبة برش. راهو من اتعس المعارضات اللي شهدتها اسرائيل للحكم منذ عشرة السنين. هي المعارضة الموجودة حاليا. راهو الشارع قاعد يتحرك اليوم بعيدة على الاحزاب. الناس الترافين معناها قاعدين يعملها المظاهرات الكبرى هذه. راهو بعيدة على الاحزاب. بانه الاحزاب في اسرائيل حقيقة كلها او الحجسي عقبت في قبل ان تدخل في ما يسمى بحكومات حرب وحكومات وحدة وطنية الاخيرية. مما اجعل المعارضات تفقد مصدقية. هذا اولا ثانيا. ما نساويش حاجة. راهو التركيبة السياسية والمجتمعية لاسرائيل اليوم. ولا تحكم فيها نوع من انواع يعني الانقسامية. راهو فما ناس اليوم في اسرائيل معناها يصوتوا بشكل اه معناها اه اوتوماتيكي لقيادات معينة. لاسباب اه تهم الوضعية جديدة اللي تخلقت في اسرائيل وهي وجود ما يسمى بالتواف. تتصور انت معناها في اسرائيل معناها الهاديرين مش يبدلوا رأيهم مش صوتوا حزب العمل. مستحيل. ولكن ولكن اذا صارت اي انتخابات في اسرائيل واكدوا لكي قد يخسر معناها نيتانياهو ولكن من المؤكد انه الاحزاب الدينية في في اسرائيل لن تفقد دورها بل بالعكس معنا ستكون مرة اخرى موجودة في المشهد. وستقوم هذه الاحزاب الاقلية ستعيد هي تركيب الصورة والمشهد السياسي الحكومي في في اسرائيل. وبالتالي انا شخصيا التصور انه الكلام متاع الامريكي حول مسألة الانتخابات المبكرة في اسرائيل هي مجرد ضغط على على انتانياهو ولكن لا يمكن التصور انه اش تصيل هناك تغيير جذري في المشهد السياسي والحكومي في اسرائيل. ثم مسألة تهمني انا بالاساس في ما لقينا في نفس السؤال هذي انو انتي قلت لابيت بعيد جدا واحنا ديما نحاولوا في البرنامج الهنين نخدموا برشة باللغة تكونولوجيك يعني نمشيوا مع التطورات والاحداث اللي صارت. اخر مسار كان زيارة غاتس لي واشنطن ثم لي مشيزدة لي انجليترا لبريطانيا استقبال رسمي بواشنطن سمته الاعلم العبري سماه بالصفة القوية بالنسبة لنتنياهو هل مع هذي الضغوط وممكن هذا التوتر الشديد في حديث نتنياهو على بايدن هذا زاد من مخالفات الزيارة هذي بطبيعة ليه بطبيعة يعني هل يكون هو القادم قريب ولا ليه انا شخصيا معناه من هو خطر ما موصلش معاق قبل معناه بانتخاباته الحاجة وبتالي ما هفوش حتى شنو الوزن متاعه ومن هي القوى التي معناه سيتو ساندو وبكري معناها قالها معناه فمي الأستاذ معناها معز على ليه قال راو تبدت شوية للصورة معناها السياسية داخل داخل السياسية مثلا وينو حزب ليكودي لا تطلبون حزب العمار معاك عنده وجود الهستدروت معناه أصبح نقابة معناه ثانوية جدا للي تحب نعطيكم تصريح الأهم اللي صار في معناه في إسرائيل في الموضة الأخيرة هو تصريح سموتريتش عندما قال رئاسة الأركان تقود هنا إلى هزيمة يعني أنه شخص ينتمي للهديرين للناس اللي مدينين الناس اللي عادية والجيش والمؤسسات والمجتمع الإسرائيلي واللايكية وإلى خيره يوصل يتكلم على الأركان متاع الجيش الإسرائيلي اللي هي معناه أهم مؤسس في في إسرائيل ويقول لأنتي معناه معناه هزيتنا للهزيمة هذا يعني شيء واحد فقط أنه اليوم الإنشطار بدأت داخل المؤسسة الإسرائيلية ونزلنا هذية نتبعها لأخصى درجة ونعرف ألي إذا أمريكا كما قالوا بك الأخيان إذا أمريكا اليوم تريد إيقاف هذه الحرب أو يعادة توجيهها نحو معناها موصلة معينة فهو فقط الحفاظ على الكيان الإسرائيلي الذي قد ينهار إذا ما وصلنا في هذه السياسة وضح نتنا يقول سنواصل الحرب ونواصل العملية برفح حب ركاب عسكري بالنسبة 162 يوم سيد العميد توفيق ديديك نرجو سنتحدث عن الصين ودورها في اليمن وكذلك معادة السمية التي تدعو وتساند على نن الإبادة الجماعية هذا الكل بعد أخبارنا على ديوانة فمسودكم رحبا آخر الأخبار والتطورات وكيف العادة برشة فقرات تبعوهم معنا في الرفماك كل نهار مثلين للجمعة متلثة ونص حتى لستة انت على عشية وعلى خاطر السبورغرام نجيكم كل ليلة بعد شقعنا فتر من 8 لتسعة في سبورماك من 2 لجمعة والليل يزيد يزهر في ليلي رمضان كل يوم من 2 لجمعة من 9 حتى لنص الليل ما يفوتكم شايف في ويكاند على كيف ركاب للأكتواليتين في أسبوع حكاية رمضان شؤون العائلة كبار وصغار في الويكاند جونة سبيسيال كل سبت واحد من 6 للعشرة خليك معنا وربي دوم العشرة آخر الأخبار وأهم مواضيع الساعة تبعونا شمنك نسمع كل سبت واحد من 10 نص نهار على ديوانة فينا كل سبت واحد تحلى لما مع أحلى ناس ناس الديوان في نفس الموعد ساعتين من زمان نحكي فيهم على مشغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والشأن الدولي قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين تبعوه معنا بإذن الله في برنامج البرهان كنها رسبت واحد من مصاتين مضي ثلاثة ديما لباس في رمضان تولي في الويكاند كنهار سبت واحد من ما ثلاثة ونص حتى لستة وكل نهار سبت واحد من ثمانية لتسعة متعليل يتجدد الموعد مع أستاذ الديوان سوعة نحكي فيها كرة نرجع فيها للأكتواليتي وفي سهرية كل سبت واحد أقوى أمبيانس نوستالجيك في لزاني بونه سهرية وتصبتين ابنينا من تسعة للنص ليد في رمضان على ديوانة فام اللم تحلى صبحية رمضان تحلى في صباح الخير تونس من الاثنين للجمعة من الستة لسبعة أمتع صباح ومعاكم صباحنا ديما زي بالبخور والعجعاجي لمتنا بالكلب ومجماجي نتلقاه في ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة بتاع الصباح تونس بلادنا بولاياتها الأربعة وعشرين نحكي وعليها في برنامج ذوق أربعة وعشرين من الاثنين للجمعة من العشرة حتى النص النهار أحوال البلاد وآخر الأخبار نتبعوا معنا من الاثنين للجمعة في هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين في رمضان برشة فن لو إنتاجات مسلسلات سهريات نجوم الفن وليسكوب كل نهار في أستار من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين الماضي ثلاثة بره يزمان ويجا يزمان تمشي أيام وتجي أيام وما يبقى من الكلام كان خرافة ومالخرافة عبرها وعلى هذا كوتيلة شهر رمضان ابتداء من ماضي ثلاثة متع العشية تسمو حكاية محكايش العربية ربي بقى لنا السطر إلى يوم السطر في الرفماق جونا على العالم آخر الأخبار والتطورات وكيف العادة برشة فقرات تبعوهم معنا في الرفماق كل نهار من الاثنين للجمعة مثل ثلاثة نص حتى لستة متع العشية وعلى خاطر السبورغرام نجيكم كل ليلة بعد شقعنا في فتر من ثمانية للتسعة في سبورماق من الاثنين للجمعة والليل يزيد يزهر في ليالي رمضان كل يوم من ثنين للجمعة من تسعة حتى لنص الليل ما يفوتكم شايف في ويكاند على كيف ركاب للأكتواليتين في أسبوع حكاية رمضان شؤون العائلة كبار وصغر في الويكاند جونا سبيسيال كل سبت واحد من الستة للعشرة خليك معنا وربي دوم العشرة آخر الأخبار وأهم مواضيع الساعة تبعونا جملك نسمع كل سبت واحد من العشرة نص نهار على ديوانة فينا كل سبت واحد تحلل لما مع أحلى ناس ناس الديوان في نفس الموعد ساعتين من زمان نحكي فيهم على مشغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والشأن الدولي قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين تبعوه معنا بإذن الله في برنامج البرهان كل نهار سبت واحد من مصاتين لمضي ثلاثة شاب أحسن إسلام على سوداء يا غام سلي أني بي اليوم سبت ومد واحد وعال راديون ما يبعد حد دي ملاباس في رمضان تولي في الويكاند كنهار سبت واحد من ما ثلاثة ونص حتى لستة وكل نهار سبت واحد من ثمانية لتسعة متعليل يتجدد الموعد مع أستاذ الدول سوعة نحكي وفيها كورة نرجو فيها للأكتواليتي وفي سهرية كل سبت واحد أقوى أمبيانس نوستالجيك في لزاني بنا سهرية وتسابتين ابنينا من تسعة للنص ليل في رمضان على ديوانة فام اللم تحلى صبحية رمضان تحلى في صباح الخير تونس من الاثنين للجمعة من الستة لسبعة طعصباح ومعاكم صباح نديم زي بالبخور والعجعاجي لمتنا من قلب ومجماجي نتلقاه في ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة بتاع الصباح تونس بلادنا بولاياتها الأربعة وعشرين نحكي وعليها في برنامج ذوق أربعة وعشرين من الاثنين للجمعة من العشرة حتى النص النهار أحوال البلاد وآخر الأخبار نتبعوا معنا من الاثنين للجمعة في هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين في رمضان برشة فن لو انتجات مسلسلات سهريات نجوم الفن وليسكوب كل نهار في أستار من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين المطلاثة بره يزمان ويجا يزمان تمشي أيام وتجي أيام وما يبقى من الكلام كان خرافة ومن خرافة عبرها وعلى هذا كوتيلة شهر رمضان ابتداء من ماضي 300 عشية تسمو حكاية محكايش العربية ربي بقى لنا السطر إلى يوم السطر في الرافماك جونا على العالم آخر الأخبار والتطورات وكيف العادة برشة فقرات تبعوهم معنا في الرافماك كل نهار من اثنين للجمعة متل ثونس حتى الستة من تعلق الشيئة وعلى خاطر السبورغرام نجيكم كل ليلة بعد شقعنا فتر من ثمانية للتسعة في سبورماك من الثنين للجمعة والليل يزيد يزهى في ليلي رمضان كل يوم من ثنين للجمعة من تسعة حتى لنص الليل ما يفوتكم شايف في ويكاند على الكيف ركاب للأكتواليتين في أسبوع حكاية رمضان شؤون العائلة كبار وصغار في الويكاند جونا سبيسيال كل سبت واحد من الستة للعشرة خليك معنا ويربي دوم العشرة آخر الأخبار وأهم مواضيع الساعة تبعونا شي منك نسمع كل سبت واحد من العشرة نص نهار على ديوانة فامة كل سبت واحد تحلل لما مع أحلى ناس ناس الديوان في نفس الموعد ساعتين من زمان نحكي فيهم على مشغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والشأن الدولي قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين تبعوه معنا بإذن الله في برنامج البرهان ونهار سبت واحد من مصاتين ماضي ثلاثة ناس الديوان سبيسيال رمضان كل سبت واحد من نص نهار للماضي ساعتين نص ونهار وثمانية دقائق أهلا وسهلا ومرحب بكم مرجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصلين من توا حتى الماضي ساعتين شوي أخر الأستاذ رفعت بي بيتحدث لنا عن اليد الخفية للصين في اليمن سيد عميد توفيق ديدي على الميدان ماذا يحدث الآن؟ ونحبك تجاوبنا في حالي لو قصف جيش العدو رفح نحن اسمعنا يحيا السنوار في إطار رسالة لقادة حماس ستقولون نحن جاهزون لمعركة رفح وسننتصر فيها كما فعلنا في المعارك الأخرى في بقية المربعات الحالة اليوم الجيش الإسرائيلي أعطى لقواته أمر بعدم التحرك أو التحرك بحذر على لأنه خذاء اليوم القواتع الكبيرة اللي هو الشارع الكبير اللي يقص لشق غزة بالشمال للجنوب وسيطر عليه وهناك في الوسط يعني بين الشمال والجنوب يعني خط عرضي كيف سيطر عليه وأعطى تعليماته بعدم التحرك برح تحركه تضربه تاثر حاجة جديدة الجيش إسرائيلي لم يعد يعلن على قتلها وذي أمر بالنتنياهو يعني اليوم الراو في رمايات مباشرة ونعرفه لما المياه الخمسة تضرب دبابة أو مزنجرة خاصة مزنجرة أشي حدث للدخل لم يعودوا يعنوا لا على جرحة ولا على قتلة ولكن القوة متاعها المقاومة الباسة لأنها الآن توثق باقي توثق وين في أقصى الشمال في أماكن معناها تكلموا قالوا راهوا معناها آمنة وموجود فاعد ومش موجود فاعد معناها التواجد للمقاومة وجاءوا يعني البنات الجانبية كل فجرها فجرها شفتوا معناها على مباشر كيف يشتفجروا فيها إذن كل ما تحركوا ضربوا الآن هم متوقفين ينتظروا في الأوامر بالنسبة الرفح راهوا أنا أشك في أنهم قادرين على هم يظلموا قادرين يرميوا بالطيران أما بش يقتحمها بريا وفيها مليون نصف راهوا بش تكون حاجة ما صرتش في التاريخ بل موش مجزرة بركة لأنه مكان ضيق جداً وبكله يعني خيام وبكله معناها ناس محاصرين يعني من الشيرة الشرقية ومن الشيرة الجنوبية حقط والبحر على اليمين ميش يمشيوا يشيروا حروحاً في البحر ولمنقلوا هجوم ولمش يجي من جناب واحد يجي من جانبين إذن أنا راهة عملية مستحيلة مش صعبة مستحيلة في ظل الظروف الموجودة في العالم تو الضغط العالمي وما قاعد يحدث في العالم وتو بعد نتكلم نأخذ كلمة لما يتكلم عن معادة سمير لأن أما ثم أشياء تحدث في العالم حتى خطر العالم ذاقى ضرعاً مسألة السمير تو نجيوها بعد أما الوضع العسكري مايبعد شبارش على خمس سور التالي ماذا تستعمل المقاومة الباسلة اليوم تستعمل في جميع 162 يوم أو 163 ما هي الأسلحة التي تستعملها اليوم المقاومة؟ من غراءة بالأمور أنه الجيش أقوى جيش في العالم اليوم لوجستياً طاح تنقص الذخائر ينتظر لو لا يوقفوا ذخائر المدفعية 155 ولو يوقفوا معناها تدخيرهم بالقضاء في الدبابات المركابة يعني يتوقف الجيش الإسرائيلي يعني العسابة هذه توقف على العمل بينما في الجهة الأخرى اللي هما كانوا يظنوا لوجستياً مازالوا معناها عندهم المقاومة مازالوا الورمية ومازال عندهم الذخير ومازالوا يستعملوا في الشواض ويستعملوا في المئة وسبعة ومئة وخمسة ويستعملوا في الهاون خاصة الهاون لأنه الكبيرة ويزمها مخازن كبيرة ومخازن مؤمنة لأنه ذخائر نتع الهاون متحطش ونيجي ومش من نوع يكفي بشي خرج منها بخار يفجرها بكلها إذن لوجيستيا يعني شي كبير وحاجة اخرى هام الاسرائيليين قالوا رانا هزمنا استخباراتيا وليون فاقوا انت جبتها مرة وانا حبيش نجاوبك لك طو بش نجاوبك لانو فاقوا كيباش سيبيرنيا لا كيباش سيبيرنيا عملوا خطرقاوا هما كمبيوتر ولكمبيوتر هذا شارينو حماز من الكيان سويوني بعد معناها دوزيما يعني فريب نقولوا احنا واخذوه وطوروه وبيهو شا عملوا رقوا دخلوا على الكاميراوات معناها ولاوا يشوفوا ما يشوفوا الجيش السويوني دخلوا على ثكانات يعني اصبح يعني الغلاف غزب كل مكشوف سيبيرنيا وهذا صدمة راهي صدمة استخباراتية كبيرة قالوا احنا كنا مقلين من شأنهم لكن شوفوا نوصلوا وصلوا شي كبير وصلوا راهي هبطوا تعرف معناها وقت يجيه يعني طائرة مسيرة وانتي تدخل تدخل على السيستام بتاعها وانتي تتحكم فيها وتهبطها راهي تعرفش العملية ذي التقنية شمعناها؟ مو معناها راي معقدة لاقصى راي تطلب تقنيات وسيطر على تقنيات حديثة واعلامية ويعني روبوتيك يعني شي كبير وهذا هو اللي قاعدين يشوف في اليوم وبدات اليوم اسباب الانتصار تظهر رويدا رويدا لوجيستيا تكتيكيا عمليتيا معناها استخباراتيا على جميع اللي يسموهم الفونكشون يدرس عنا في اللي كولدوغالي عرفهم الوضعف يعني القتالية الأربعة معناها مستفات عند عند المقاومة الباسلة ويعني انخرام تم في الجانب الآخر للجيش اللي كان عاملينه بوعب يخوفون بيه. واضح بيه. مايزش نحكي على معادية السماية ما قول نسلمه على الكتيبة. اه اكيد اكيد. نسلم على الكتيبة. اللي بعد من ناحية كل التدوينات اللي اه فرحانين بعودة السماع واللي هي لباس وكل شيء. يقعدونا بعد التدوينات. اه موجودين اه. معناها نغلبية فرحانين بعودك. معناها الهناء عماد يقول لك اه عماد الدين يقول لك شمس بني سهيون بدت تغيب. وذي معناها حاجة اللي هي وفهم علي بن سالح قالت ناتنياهو في رقصة الدك المذبوح. وحنا لقاعدين نشوفه فيه. اما لنا عجبتني تدوي. معناها. تعليق 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 صديقنا صديقي صديقي هو صديقي 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 يزمو معناها. ماذا بناحطونا لسا بيهم اللي قولونا. زوال الكيان السهوني بزوال الأنظمة العربية وهي التي تطيل في عمر الكيان. معلأسف اللي بعد الأنظمة العربية اللي هي متبعة والتي هي في الكيان الصيوني اللي هي قادة تطيل في عمر هذا الكيان. وما يطيل كذلك في عمر الكيان هو آم نظرية معادات السامية. نظرية معادات السامية هي ممكن من اول الاسباب اطالة الكيان وكذلك الدفع به نحو مزيد من الابادة الجماعية ونحو العربدة العسكرية والسياسية تحت الغطاء انه كل من يقول هذا ما يجيش وما يصيرش انتي معادة للسامية. اوالا. وهذا يرقب. وصمة معادات السامية. هي توا نشوفوا اللي هي اه وليت حاجة مداولة برشا خاصة في العلاب الوربي كل واحد يجي ضد اسرائيل يقول انتي معادة للسامية. خلقوا واحنا معادة السامية هي كل ما اه معناها يعطي اه مصطلح يعطى لمعادات مجموعة على اساس عرقي ديني او اثني. هذي هو المفهوم. الظاهر هذي بديت من اخر القرن التسعتاش. الكلمة يبقى على بداية الدولة الفاهم من اخر القرن التسعتاش. احنا شفنا الهناء اللي وفا ما تسريعات صارت توا. معناه في العديد الدول الغربية كل ما واحد ينتقد ولا يشكك في في معناه وجوب وجود الكيان الصهيوني. ولا يشكك فيه. ولا يشكك في المحرقة. يحاكم. ويفق القانون. شوفناها فرنسا تول ايه? زي دقتيبة. كل من يشكك في الصهيونية ولا يعادي الصهيونية يحاكم. ايه? ماذا دي الحاجة دي. ولهناء مع الاسف شنا هو اللي قاعدين نشوفو فيه احنا? اللي هي تول معادات الصهيونية كل واحد وشوف نقاعد نشوفو فيها في اللي بلاتو في فرنسا كل شيء. ملي زن سومي وكل شيء. كل واحد ينتقد سياسة اسرائيل. ولا يحاول آآ يدعم فلسطين. اكثر اكثر منك. يدعم فلسطين. ولا يرفع علم فلسطين. ولا يعمل يشارك في مسيرة دي دعم فلسطين. ولا يجي عارض آآ ولا يعطي راي ولا يقول اللي فمه جينوسيد ساير. لان نزيدك. كل من يسمي المقاومة مقاومة. ناي باعتك الصح. كل من يقول عنهم دي غيزيستان والمقاوم. يمشي تعدي تحال على هذي قانون معادة السامية. لانه يجب بتقول الارهابيون. طبع. يزم بتحكي على ارهاب. ما تحكيش على مقاومة. ونشوفوا احنا توت تخبط كبير في عديد المواقف الناس. معنا ما ياخذ المواقف في كل شيء اللي ولا هو التويانات وفيهم بمعادة السامية. الحاجة اللي تعجبني انا. اللي كل ما يكثروا في الضغط. للاسكيت الاصوات. اعلى فراه والمقاومة والقضية. قاعدة تربح. وعليه. خاطر المشكلة تاحهم توت تخبط الكبير. اللي يجي يقول اللي توى ينتقد سياسة اسرائيل. وقتل الاطفال يقولون انتي معادة السامية. اللي كل ما واحد يجي يقول راهوا اسرائيل مزل الكيان مزرم. وقاعد يقتل في النساء. يقولون لمعادة السامية. كل من ينتقد ولا يقول الكيان. معنا فلسطين عند الحق مش توجد كدولة. هو معادة السامية. كل من ينتقد ولا يتهم الكيان السوميني. رغم القرار لمحكمة العادة الدولية يعني يقول توا اللي يراه اسرائي قاعد تعمل في ايه ابادة جماعية يعتبر معناه الهنية معناه كي اني قاعدين نشوفوا اللي هما مع الاسف بي الاوريوز ولا بي الا بي بي باستعمال هيدا المصطلح خرجوه شوية من المعنى تاعه اللي ولا كل واحد عنده ذرة انسانية كل واحد ديما بالحقوق وحريات كل يوم من في حر في حق الشعوب بتقليل ما اصار توا ولاوا عنده هما في المصطلحات انتح ولا في الواحد ولا معادلة السمية والهناء يبين اللي استعمال الكلمة هذية ولا اكثر لتكبين الافواح والتكبين الافواح بالقانون وبالمحاسب ونعرف اللي يفهم عديد الايام اللي يساندوا القضايا الفلسطينية وقع تردهم من اوروبا اللي يفهم مواقف وتصعيد في التعامل معه كل من يساند من نساوش التصريح رئيس الحكومة للبريطاني اللي كل من نخرج في المسيرات في المليونية اللي صارت في لندرة قال هذوما معادلة السمية نحب نحب نذكرهم اين القيم من كل هذا واضح ولهنين نحب نحكيو فيها مرة باطناب المصطلحات اللي عنده في وزارة الخارجية الامريكية فما دي دي باقتمون متاع كل بلاد او مجموعة متاع بولدين وفي وسط كل قسم اللي دي باقتمون هذوما فما دي فينك تانك يصيروا على طول السنة شو المصطلحات اللي نجم نضرب بيها الشعب هذو او ندافع بيها على يعني الورد امباكت الورد امباكت متاع كل مصطلح هذي يتخدم عليه هو وكيفاش نبدلوا لجرغان لشان لكسيكال شو قاعدين نقولوا كيفاش نسميوا الاشياء هذو مهم جدا كان نهار نعملوا قائمة ونحكيوا للسيدة المتابعين والسيدة المستمعين تو يفهموا الى اي مدى يقعوا التلاعب بنا يوميا في كل نهار معناها هنا قلنا مرة قبل سبعة اكتوبر احمد الغربي وحكينا في قبل قبل سبعة اكتوبر برشة الناس ما تحبش تحكي على حزب الله يقول لك شيعة اخويا فاشنو والحكاية هذي كانت قال اسم ايران في برنامجة احنا هوني وقادين مانا يحاولوا يقولون انا تحكي على ايران تحكي على الشيعة تحكي على كذي اليوم كانت تتكلم على حماس يعني اخوان وارهاب كانت تتكلم على الفتح يقول لك ليه هذي كراهي منظمة باهية متعتحر يعني هاليوم يحاولوا بشتى الوسائل وخاصة هذي اللي هو معني كمون دي فيه لشان لكسيكال كفش تبدل وتطوع حتى الموروث معني بتاع التسمية ولا فهمة موروث جديد هما اللي يخدموا عليه وهذا رو من اخطر ما صار وهذا خلى كلمة كيما معادية السامية تخاف انتي تقول كلمة يقول لان معادي انتي لسامية برا عادة وقت قانوني ماتخاف معنا فني مني أخاف تمشي تمشي في الحبس حتى هذي بس نازر كما راضيه لانه ثم فيديو يدور في امريكا وعمل ملايين مورزالي نعم يلا انا اليوم سيئ انا اليوم نهاري وفايا حتى هالموضوع اذا يا الضرب في امريكا وثم فيديو اعمال الملايين وشا شفيه الفيديو مضحك شخص شاد ثم متجر شاد الصف جاء انسان خذا ما كانوا قالوا يا اخي شبيك يا ودي ثم صف قالوا اعم جويش قالوا وراني انا يهودي قالوا برا اه شبيد التاليفون قالوا انتي معادلة السامية وصاروا عايته للبوليسية عايته للشرطة جاءوا الشرطة شاهدوا للمرأة قالت صحيح هذا معادلة السامية بسكينك الرجل هزوه هزوه وبشيته مو بمعادلة السامية السيدة ذاكة فرحانة اليهودي يجبت سيجاره وشعل سيجاره وجاتوا المرأة اللي هي كانت ازل فيه قتلوا روما منوعة التدخين اه قال انتي معادلة السامية وعايتلها للشرطة واقفلوا المحل وقامت القيمة في امريكا على هذيع لانه تفطنوا انه اللي حكاية لعبة ولات واللي يحب يعمل اي شي ويعمل يوصل اي غرض سياسي يستعمل الكلمة هذي وفي فرنسا كيف كيف البيت الامور وخاصة اللي يزانسوا بيبدأوا ويقاوموا في الفكرة هذي واذا حتى هذي فكرة موعدات السامية قاعدة تمشي للزوال لانه وجاوقتها مضغوها من حرب عامية ثانية وجاوقتها بشي مشي اروح علما انه نحن ساميين راه على فكرة رابي عادي العرب المفروض اولاد ابراهيم معناه الكل فيهم المسلمين معناه فما حاجة راو مهمة راهوا اللي قلق اسرائيل اللي لم تعود الارض المعودة اللي قلق اسرائيل اللي الصحوة اللي اليهود خارج اسرائيل ولو جزء من معارض انتقاد اسرائيل على سياسات اللي عم تعمل فكرة والله ايش في هذا الكل الكيان المحتل دائما يسوق الى انه هو الضحية وبشتى الطرق يعني الهولوكاست معادات سامية كلها تصب في اتجاه كونه فما ضحايا فما اقلية فما ناس مضطهدة ويركبوا هذا الامر ويخدموه كانوا على المستوى الاعلامي كانوا على المستوى الاقتصادي السياسي كذا هذا الكل والمشكل اللي يزيد كما اللي خلينا نحنا نقولوا علاش انو وصلنا للدرجة هذي انو اليوم فما الدول العربية عندما ترفع العالم الفلسطيني يرى وزد نجم اه تصير لك مشاكل لا يحمد وعقبه معناها وما غير ما نسميه نحنا اليوم في رمضان وكذا والناس ما يشي الحج والعمرة لفايدة معناها بالتدقيق يعني تزعلم ما تتناصر القضية الفلسطينية تولي لك مشكلة والخطاب الاخير لعبد الرحمن السوديسي معناها اللي صارت عليه وقامت عليه قائمة انو يقول يجب التفريق بين هذي هذا مكان يعبد فيه الله وفما شعارات معينة تتقال احنا اي شعار نتحدث فيه على اي قضية ولا كذا خارج هذا المكان هنا زادها ومشكل كبير احنا ما عاش نلوموا عليهم هما يزينا نلوموا على رواحنا اللي نحنا قاعدين المنطلق الاساسي هو منطلق اه عربي لانه الكيان المحتل لم ينتصر ولا هو مش مش ينتصر وما تقدم في حتى حرب ولا في حتى اشكال الا باعانة عربية يعني اليوم التخاذل العربي هو الذي اوصل الكيان المحتل ان يكون في ذلك المكان لو لا ما فماش تخاذل العربي لن لن تكون معناتها فلسطين في تلك الحالة ولن يكون معناه اليوم ولينا نستجدي معناها الناس بش دخل ماء ولا بش دخل غذاء الناس قاعدة تموت ويجيهم من عن طريق قبرص ويجيهم من اوروبا ودول العربية محطة به فيما يخص الكلام انه انقسموا هادهم شيعة وهادهم كذا اليوم ما نفهموش المفهوم السياسي البراجماتي ما نفهموش التوازنات الدولية احنا في باننا عايشين في الكون وحدنا في باننا هكيكة معناها سبهلا لا نسين اللي رأي العالم هذا فما تحكموا مع انتها مصالح تحكموا وضعيات معاينة تقتغي ان نساندوا فلان في وقت ما ثم نساند فلان هذه هي السياسة هذه هي معنا احنا نعيش بالهلاميات والشعارات والكلام الفارغ والمسلسلات قف انتهى واضح نمشو لليمن وهجمات القوات المسلحة اليمنية تجبر شركة الاتصالات على تغيير مسار حركة مرول الانترنت عبر البحر الاحمر الاستاذ رفع الطبيب وقالت عديد الشركات انها تاخذت خطوات بعد التقارير التي افادت بينها الكابلات البحرية في قاع البحر قطعت بسبب مرساة تعود الى سفينة روبي مار اليمن يعني يزعزع كل الحسابات بالطبيعة شوف نرجع مرة اخرى نقولوها احد الحروب الاساسية بعد عولمة التبادل التجاري هي مسمى بحرب المضايق اعرفوا الامريكا مثلا قاعد اتمول في بعض المجموعات متع القرصان في مذيق مالغة معناها ما بين سنجابور وماليزيا فردت الصين معناها بمذيق بمذيق معناها باب الملدب والهنا يا بربي ننجحوا الكلام اللي قالوا عضو هيئة القيادة العليا في اليمن السيد علي القحوم بالامس عندما قال هناك تنسيق وتبادل للتجارب والخبرات مع الصين وروسيا يعني سبعين ساعة بعد مصارحة روسيا انه الجيش اليمني يمتلك سواريخ فوق صوتية يعني سوبرسونيك يعني هذه الناس بينوا بركشف انه اليوم الصين وروسيا دخلت الى المعركة عبر بوابة اليمن وهذه المعركة هي للتحكم في مسارات التجارة العالمية وخاصة في هذا المذيق الذي تمر عبره ما بين ثلاثين واربعين بالمئة من القيمة التجارية العالمية الصين وروسيا تضعوا يدها على التجارة العالمية عبر اليمن طرق تجارة العالمية طبعا صارت معناها في الاسبوع الثالثة والاربع بعد دخول اليمنيين في الحرب عندما طلبت امريكا من الصين التوصل لدى اليمن ليقاف العمل العمليات العسكرية في البحر الاحمر ذكروا انه هذا التوجه الامريكي نحو نحو الصين كان يستشرف هذا الوضع الصعب الذي تعيشه اليوم العديد من البردين الغربية وخاصة بريطانيا وامريكيا ضيفة ذلك كما قال بكر السيد الحمد نحن لا نعيش في زحل نحن لا نعايشين في هذا العالم فيه طبقات تكتونية كيف تتحرك وش نية المصالح وكيف تتقاط على المصالح متاعنا مع البعض وتتعارض مع البعض فيه فترة معينة فيه تاريخ معينة اليوم الصين عندهم يعني مفهوم اساسي اسمه ما معنى انا الصين لازمني نصدر باش نصدر لازم التروح تكون مفتوحة وبالتالي علي يا إما أني نقلق تحالفات مع بعض المجموعات وإلا أني نخلق السين مع مجموعات شكون كان ورا الاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران صين ولا فقط كنتي وراها هي الضامنة يعني لو صارت هكة ولا هكة هي ستكون الطرف الذي سيحاول التعامل مع المعتدي وبالتالي اليوم أصبح من الواضح أن حرب غزة هذه فجرت العديد من الصراعات وفجرت العديد من التناقضات ومن ضمنها هذا التناقض الكبير اللي هو الوطن العربي موجود على منطقة هي من أغلى مناطق العالم على مستوى النفطي ولكن أيضا على المستوى اللوجيستي ولكن لم نستغل ذلك اليمن من أفقر دول العالم لأنه تم سحب هذه الثروة من العرب اليوم عادة هذه الثروة إلى العرب ونذكر بحاجة يا جميع عندما بدأ اليمن في العمل يتمتعه ومشي الدول الغربية وسأقول الحرف الأول من اسم الدولة فرنسا كنتم حاولوا تفهم علي شبه مشيت للصنعاء وحاولت أنها تناقش مع الحكومة غادي وتعطيها أموال مقابل عدم التعرض للتجارة البحرية الفنانسية المتجهة إلى اسرائيل ولهنى لازم نفهمه اللي فتحت هذه الحرب اليوم قدرات كبرى على المستوى الجيوسياسي يجب أن نستغلها ويجب أن نلعب دورنا يكفي أن نكون مفعول بنا في هذه المنطقة نجب أن نلعب دور يا جماعة اليمن الفقير يصبحوا ورقة أساسية في المعادة الجيوسياسية في المنطقة علينا أن نفهم هذا الشيء وأن نفهم أيضا أن هناك دول تنتظر من العرب ومن بعض العرب ومن بعض الدول العربية أن تقوم بالمبادرة وهي ستكون المتممة لهذا العمل هناك كأننا نتحدث على ما بعد غزة لأن التساؤلات اليوم قادة تمشي في ما هي التحالفات الإقليمية والجيوستراتيجية الجديدة وخاصة نسأله ديما على روسيا والصين وكذلك نتحدث عن إيران والسعودية مصر قطر تحالفات هذا ما والهند طبعا وراءهم ستقول إيران فما ديما الهند إيران الصين سي الهند وتواخلت روسيا كيف ش تكون إذي التقسيم الجيوستراتيجي الجديد أستاذ أول حاجة الساعة العالم سيمر من فكر الانحياس إلى فكر ما يسمى بالمولتيراتيغاليزم يعني التعدد الشركات يا أخي مش مشكلة هاي كنت رأك في السعودية فهمني كانت ماشي في التطبيع وكبشي تبدلت الأمور كما قال بك لما رأي فهمني سيحمد ما أنا فهمة ناس عندها عقل استراتيجي وعندها عقيدة لتفهمة لإسرائيل ما اللي كانت دولة حامية أصبحت دولة بحاجة إلى حماية بالتالي سيب علينا منها فبني السعودية مش تفهمت مع إيران على بعض القضايا خليت بعض الملفات عالقة آآ لقاوا حل في اليمن على أقل السعودية وإيران مش مش الإمارات المهم فما حاجة أسمع للمولتيراتيغاليزم اليوم في العالم يعني نمشي معاك في دوسيات ودوسيات ما تفهموش فيهم يا أما ما نرجعهم يا أما نبدأ في التفاوض فيهم على يعني منطق التحالف التغير تغير وما حاجة نتبع فمش تحالف في الكل لك انتهى وديور حتى اليوم داخل حلف الأطلسي راح معناها فرنسا وبولندا وألمانيا مشيوا معناها بعضهم في وخليوا بقية حلف حلف الأطلسي لأنه حتى داخل أحلاف الكبرى هذه المسمة بالأحلاف التقليدية أصبحت هناك مشكلة علش لأنه اليوم فما مطالبات و و كش قوله هي والسحققات هناك دول غير قادرة أن نتبعها شو ترامب قالك أنا كان نرجع للحكم سأقوم بتدفيع ثمن الأمن الأوروبي من طرف الدول الأوروبية يعني نحب نحميك أدفع تصور أنت معنا وين ماشيين في هذا العالم بالتالي هناك عدم الدول وخاصة البريكسة والبريكسة رام ناس متعركين بين معظم عندهم مشاكل بين بعض مش مجيب ربي معنا بلاد كما برزيل برزيل معنا بلاد كما الهند معنا معنا ولكن شو يقولوا يقولوا سيئل الملتي إذا نوصوا نفهموا على ثمانين بالمئة من الدوسيات هي تنقدمها بعضها المهم ننفعه شعوبنا وهناي بربي نأكد حاجة هالبريكسة ذوما رام ثلاثين سنة ولا خمسة عشرين سنة التالي كانوا دول منهارة صحيح كان دول منهارة شوف هي اليوم وين علش لأنها اعتمدت السيادة واختيار مصالح الدول يكفي أنه تحكي على البرازيل تحكي على الجنوب أفريقيا الهند بريكسي برازيل روسيا إينديا وكذلك جنوب أفريقيا شاينة وشاينة طبعا الصين البريكس مش نفهم وخاطف مباشر نسعة يبعثونا للأسف طوال بريكسة سعودية صحيح العربية سعودية اللي كنت شكون بلاد أخرى لعنك سعودية والإمارات ومصر دخلوا أثيوبيا ونيجير الجزائر الجزائر طلبوا منها أنه معناها فما بعض الأشياء معناها لازم تشوف أنه بريكسراه سيلي بوالورد وليكنوا مي منديال مش تلعب هذه حاجة ثانية حاجة يطبو أنه معناها بعض الدول اللي تدخل مثلا في المجموعة تكون عندها نوع من توازنات في علاقاتها هيك عليش مثلا الأرجنتين دخلته خرجت لأنه معناها بسبب بسيط أنه رئيسا تخبوه المهبول هذي مهبول مهبول فيش دخل سعى الأرجنتين في معارك لا طائلة من وراها ولكن في نفس الوقت قال أنا بش نهز بلادي وحطها في حظن أمريكا مبروك عليك قالوا ما تخرج من البريكس ولكن في نفس الوقت أستاذي ما ننسيوش اللي راه وراها هذي الكل فما أشي أحنا خطر معناه بانتلا وبرجة بالسياسة أما كان إن شاء الله وليو معنا في البلاتون بتاعنا ديزيكونومي سيفصلو لك راولا دي دولاريزاسيون ديزيكونومي مونديال إيسو خطو ديزيشانج معنا ديزيكون غابيو غراو مسلا مهمة لأقصدرجة الناس ما عاش في تعامل بالدولار فيش هي البريكس تخلقت أستاذ وكلمك وحديثك أكبر مع البريكس تخلقت لبش يلقا موازنة أو توازن مع الدولار يقول لك يعني السوق العالمية ما تستعرف كين بالدولار فبدأوا حاولوا إنهم في اللول يعملوا بناتهم هومة دي كونفنسيون وشراكات ثم قالوا لا اقتصاد كل البلدان مرتبط بالدولار أنت وقيمتك قدام الدولار عالميا وروسيا بعد الحرب الكرانية بعض العقوبات قالوا ما اللي أحب قمح ولي أحب غاز وكل شي تخلص بالروبل عمل شيف تجديد وذي يفتح البيب معنا يفتح البيب على خاطر شوف الدول هذه أولا الصين وروسيا دول جديدة في الكابيتاليزم في المنظومات الكابيتاليزم البريزيل والصين والهند كل شي الدول كانت ضعيفة ومدعومة برشا أما وقع استغلالها من القوى الاقتصادية الكبيرة وقتها كانت ضعيفة هذو ما توقع توقع أكتاب اقتصادية كبيرة تحب تقرر بش تجتمع على خاطر يقول لك المنظومة القديمة انتهت كابيتاليزم سوساليزم من ذلك كل انتهى احنا في من نموذج جديد اقتصادي جديد واللي هنا والتحالفات بش تبناء على عدد عدد النقاط الالتقاء معنا نجم نقاو برشا تحالفات مش تحالفات مثلا اسيا افريقيا لا بش تقاهم مجموعة مجموعة الدول عندها أكثر نقاط التقام الاختلاف وهذا يراه بش يخلق اقتصاد جديد اللي بش يكون ايجابي على خاطر نحكي حتى على بنك جديد اي بنك بش ندخل في مرحلة بش ندخل في فوضى اقتصادية جديدة اللي ممكن مش تكون عندها مخلفات سيئة جدا على عديد الدول من الدول الفقيرة والدول في النمو في معنا او دول الفاقدة للسيادة او دول الفاقدة للسيادة اما راهوا معناها هنا ماشيين اللي بش تودي معناها صورة جديدة اللي بش تقول لك حاجة سماح ونقول لك صراحة حتى كريت عديد الدراسة الاقتصادية حتى حد لا يعرفنا وين ماشيين حتى حد من خبراء وكل شيء يعرف احنا وين ماشيين نعرفوا اللي فما مسار جديد نعرفوا اللي حنا ماشيين في مسار تعبناء اقتصاد جديد دولي جديد اما ما نعرفوش بالضبط وين حمد نمشيو وذيك الحاجة الخائبة اللي بش تضرب عديد الدول مواضح احمد الغربي فما هو سماح في هذا الكل وجدت اسرائيل كما قلنا البارح وتحدثنا فيه حماية اولا المصالح البريطانية ثم اصبحت اليوم حماية المصالح الامريكية واذا ضمنت الدول العربية هاتي الحماية من الطرق الاقتصادية فلا حاجة لاسرائيل يعني اسرائيل موجودة لحاجة اذا انتفت هاتي الحاجة فستصبح معناها زوال اسرائيل منطقي وعادي ولا شيء فيه يقعد كان سماح في هذا الكل ونحن معناها نحو سؤال على رواحنا في ظل هالتحالفات هذه وفي ظل هال في الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه اين نحن ومن هذا الكل اين نحن ومن هذا الكل اين نحن نعرف رواحنا ونحن نتابع في الشأن العالمي وفي الشأن الاقتصادي شكونا احنا سعى لأن كل الحروب طعا نقول كثير تونس مثلا تونس والدول العربية بعد ذلك ونحن نتابعوا معناتها الحروب وراها اقتصاد وين تحب تسئل على المصلحة وين المال وين تلقى بقر التوتر والمشاكل يعني هناك اليوم يزا ما نفهموا هاتي المعادلة ونحط رواحنا وين انا واحد من الناس ماذا بيا سماح من يجيبوني على هذا السؤال حب نعرف احنا في اي اتجاه وين ماشيين شنو بوصلتنا في هذا الكل ونحن نرى العالم يتغير الاقتصاديات في العالم تتبدل المواقف تتغير ونحن ما زلنا معناتها نتابعوا تبعا معناش عايشين معناها في وضع ما نفهموش ما نتش فاهمينو وين ماشيين شنو اللي نعملو وين وصلنا هذاش حبيت نفسل استاذ غربي انتي ما تعرفش لكن هناك من يخططو هذيك المشكلة هناك من يخططو لنا وهابش نقول لك أنا حاجة تونس الناس نسيها نحن موجودون على مو على مذيق اسمه مذيق تونس سيسيليا الوطن القبلي اللي في 1930 خارجة خارطة رسمية إيطالية في عادل فاشية تسميه مذيق تونس كنالدي تونزي المذيق هذي من أهم مظايق العالم من أهم مظايق العالم وهناك عدد من الدول التي تعلموا جيدا أنه يجب وضع اليد على هذا المذيق بأي طريقة أنا مشيت مشيت على وسط المذيق وخفت حبيت نشوف تعرف اللوتورو بتاعنا وقت ليبدأ معابي يا سماح هذيك حركة سفر أنا مشيت 42% من القيمة الإجمالية لتجارة العالمية أنا مشيت في سفينة وقفت وقفت في المكان اللي هو خط الطريقة كما لو تروت صدقوني تقول معناها أو تروت تونس حمامات في الذروة يعني شي رهيب يشتعرف إحنا وين بالضبط ولم ترى استفدنا منه هذا الأمر هذا والشكيل لا لا ما استفدناش أما باش نعاقب على حوي جديد اللولانية رقم خص الصين الصين عسكريا استغلت الفرصة هذه بتاع الحروب بتاع أوكرانيا وأصبحت اليوم صناعتها العسكرية تعادل أمريكا وبريطانيا وفرانسا وألمانيا مجتمعة يعني قدراتها في الإنتاج العسكري يوازي الدول اللي وراها كل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية طبعا كل ما قلتها سيادتك هي مزميش تعدى مسألة الصواريخ فرط صوتية الصواريخ برستية سرعتها حوالي 900 كم في الساعة أنا كيمة طيارة عادية ما هي الصواريخ ذي الفرصة طوية وفكروا أنه أحكي عليها الدكتور رفع طبيب إذا جي في خطاب علش خطيرة علش بيشتقل المعادلة كل هي روسيا تكلمت لأنه جمعة التالية تفطنت روسيا اللي ألمانيا بسدد إعطاء صاروخ طوريس وهو صاروخ بعيد المدايس 500 كم يعني قادر من أوكرانيا يضرب العمق الروسي تفطنوا بيك المكالمة معناها بيني جنراليت وهي خطأ فادح جنراليت ألمان اللي ألمان يتحظف يروحها بيشتعطي التوريس هذي آه انتوما تعطيوا التوريس للأوكرانيا أنا بيشتعطي صواريخ الفرصة الصوتية اللي سرعتها البعض منها يوصل عشرة مرات صوت نتكلم على 14000 كم في الساعة وليهذا شنين حكاية بتاعه هذا لا بطلوت يطيحه ولا القبة الحديدية ولا القبة الفولاذية ولا القبة الفخارية هذا يا صاروخ اللي عمل مشكلة للغرب لأنه إذا انطلق الدقة نتاعه رهيبة دقة عجيبة ويمشي معناها ألاف كلمترات هذي النقطة إيش ماناها بالمحسوس يعني مش تولي تل أبيب على مرمى صنعاء يعني نربيو على تل أبيب وتل أبيب ما تنجمش دفع روحها لأنه السرعة بتاعه لا الرادارات نجم تشوفه ولا المضادات الطائرات نجم تنجم تنجم عليه هذه النقطة وتسمح له بيش يرمي على السفن اللي ماشية نحو رأس رجال صالح يعني جلوب أفريقيا في أي مسافة كانت يعني بيش يولي قوة تدميرية أنت بتاعتي الطوريس أنا رأي بيش نعطي بيش نعطي الصوريخ فرصوتية لليمن والمعادلة كل بيش تتعكس وتتقلب هوا علاش خطير كلامة دايما يزموش تعدها كاكا بيش عسكري نفهمه علاش رو خطير وخطير جدا تو يزموش يتدربوا عليه يمكوا تقنية خطير صعيب موش سهل يعني يطلب معادات ورادارات متطورة ويطلب معناها تقنية خاصة ولو كانت مكنوا منه يعني رو بيش يقلبها رأسا على عاقب البلاسة لكن المكانة ذاك بيش يتقلبها رأسا على عاقب استراتيجية في هذه الأثناء إلغاء الاجتماع والمؤتمر السحو فيه بين رئيس الوزراء بين يمين نتنياه والمستشار الألماني تم إلغاء وكانوا قالوا على اجتماع استاذ رفاتبيب وتم إلغاء هذا الاجتماع بين نتنياه والمستشار الألماني فمسلا معناها ما قال معناها فمعز مهمة اللي هي فما لو عمل انفصام اليوم راهما بين المؤسسات الرسمية اللي تتحكى فيها الأوليجارشة الأوروبية وما بين الشارع وفي ألمانيا رأي إذا في معناها مسألة حساسة جدا لأن الشارع الألماني والمنظمات الألمانية والأحزاب والنقابات الألمانية رأي عندها دور ومزالت بالحق ألمانيا عندها حياة سياسية معناها حقيقية قالنا بفرنسا مثلا جبانا متاع السياسة وليت فرنسا معنا ما لي ما كانوا يظهر عالم سرس ولا وتخلفت إلى أبعد حدود رأي بالنسبة الألمانيا مسألة مهمة ويبدو أنه شورتس مشي إلى أبعد الحدود أبعد الحدود في مسألة إسرائيل وفي الداخل الألماني أصبحت هناك معناها إشكالية علش مشنه هنا نعتي معناها معناها بين فرنسا وألمانيا في فرنسا اليمين الأقصى اليمين الفرنسي صديق لإسرائيل لأسباب معناها تم الحرب الجزيرية وتم البيانوار إلى خيره في حين أنه في ألمانيا راهوا اليمين الأقصى اليمين لقاعد صاعد اليوم يجمع لاحظوا في كل انتخابية قاعد سير اليوم في أوروبا أقصى اليمين قاعد يطلع بورتيغال بورتيغال بلد الاشتراكية بلد الأحمر وكل شيء أو حتى هو اليمين المتطرف إذن في ألمانيا المتطرف خلافة اليمين المتطرف في فرنسا راهوا معادي إلى أبعد حدود أسرائيل معادي معادي الإسلامية أصلا ويعترف بشيء وبالتالي راهوا شانسولي شولتس أصبح يأخذ برشة بعين الاعتبار الوضع الداخلي في ألمانيا ورين أن المسيرات الكبرى اليوم في أوروبا ما عاد شيء فرنسا المساندة لغز ولا تخرج يما في لندرا مفارقة ولا تخرج في ألمانيا وخاصة في المدن التي تعتبروا المدن التاريخية معناها في منا كما حايدو البيغ وغير عليش أنا من رأي صار هالتراجعة من طرف شولتس لأن شولتس هو أكثر مستشار ألماني من بطح الأمريكية صحيح ويبدو أنه جاته إشارة أنه السيد هذية نيتانياهو خارجه من المعادل مية في المية وفقك مية في المية وفي وقته